ولمزيد من المتابعة تنظم إلينا من واشنطن أسعد هديل عويس كاتبة وباحثة إعلامية بداية أهلا بك زيارة سموة للعهد إلى واشنطن وتحديدا التي ستطرق للملف الإرهاب ومكافحة التطرف يعني كيف سيتناول لقاء السعودي الأمريكي هذا الملف لدحر النفوذ الإيراني في المنطقة طبعا هذه الإدارة لديها من أهم استراتيجياتها اندحر نفوذ إيران من المنطقة بعد أن أثبتت خطة أوباما القيادة من الخلف فشلها الذريع بعد أن أعطى أوباما فرصة للإيرانيين عبر الاتفاق النووي ليبرهنوا أنهم سيخرجوا من المغامرات عبر هذه الاتفاق وعبر الانفراجة الاقتصادية اللي حصلوا عليها بعد الاتفاق النووي هذه الإدارة الحالية تؤمن بشيء مختلف تماما تؤمن بأنها ستضع إيران في الزاوية وستحشرها وستخلق حالة غضب شعبي غير مسبوقة في إيران طبعا سيكون هناك إشراك كامل لولي العهد بقرار الأمريكي حول الاتفاق النووي الإيراني فإما ستقرر الإدارة تمزقه بالكامل أو ستقرر إلحاقه بعقوبات شديدة وستضطر أيضا أوروبا للالتزام بهذه العقوبات وبالتالي إلغاء كل ما سبق من الصفقات تمت في سنوات القليلة المواضية في فترة أوباما ستخسرها إيران وسيكون لولي العهد دور في هذا القرار وفي هذا الموضوع الذي ستقرره واشنطن في مايو نعم من جانب آخر عندما يتحدى سمو الأمير خالد بن سلمان سفير المملكة في واشنطن يعني عن أن إيران تريد زعزعة الآمن والاستقرار ليس على مستوى المنطقة بل بالإقليم وبكل المناطق في الإقليم يعني ماذا يدل عليه هذا الحديث وتحديدا خلال هذه الزيارة طبعا هذا حديث دقيق جدا أمريكا الآن لم تعد تخشى نفوذ إيران فقط في منطقة الشرق الأوسط تخشاها أيضا في دول أمريكا اللاتينية حيث وصلت عصابات التجارب المخدرات والبشر الإيرانية إلى هذه الدول المحيطة تعتبر محيطة في أمريكا وباحتها الخلفية فطبعا أمريكا لا ترى شريك أهم من المملكة في دحر نفوذ إيران ومحاربتها في كل العالم وأمريكا أيضا في هذه الإدارة بالذات لا تريد العودة إلى منطقة الشرق الأوسط وهي تشترك مع أوباما فقط في هذا التفصيل لا تريد العودة بجنود أمريكيين إلى منطقة الشرق الأوسط ولكنها تريد أن تربط نفسها بتحالفات قوية مع حلفائها التاريخيين وأهمهم المملكة العربية السعودية لمحاربة ووحل كل الملفات العالقة ليس فقط الملف الإيراني أيضا ملف داعش وملف الإرهاب في المنطقة سيكون للمملكة دورهام وأساسي ومفتاحي فيه نعم سؤال الأخير سيدة هده من خلال هذه الزيارة تحديدا في لقاء سموة للعهد بشبكة سي بي اس السابق وحديثة عن أن إيران ليست ندل للمملكة يعني هذا الكلام المنطقي والجاد والحازم والصارم كذلك كيف ينعكس على أيضا ما تقوم به إيران في التمدد والتوسع وتريد استنساخ كما ذكر سافير المملكة في واشنطن للميخاذ بن سلمان تريد استنساخ من حزب الله في لبنان استنساخه في اليمن في العراق في عدد من دول المنطقة نعم بالطبع أن إيران لا تصبح ندا للمملكة ولأي دولة قوية حين تقوم بهذه المغامرات فهناك دول ضعيفة جدا تقوم بهذه المغامرات وتنشر الفوضى والإرهاب والعبث وأهم دليل على هذا القول بأن إيران ليست ندا للمملكة هو أنظر إلى العلاقة الضخمة والمتشعبة والمتجذرة بين المملكة وبين أكثر دولة نافذة تقريبا في العالم وهي الولايات المتحدة علاقات كبيرة ولست فقط على المستوى السياسي زيارة سمول أمير محمد بن سلمان لن تكون فقط مقتصرة على واشنطن بل ستشمل ولايات أخرى وهذا يدل على أن العلاقة أعمق من فقط التنسيق السياسي هناك علاقات اقتصادية هامة هناك الكثير من الشركات تتحضر منذ أشهر طويلة وتتنافس فيما بينها لتحظى بلقاء مع سمول أمير وتحظى بفلصة استثمارية في المملكة التي ينظر إليها لأنها أهم سوق استثماري مفتوح للعالم في الوقت الحالي من واشنطن هذه العويس الكاتبة والباحثة الإعلامية شكرا جزيلا